طيب دلوقتي ساعة تمانية معيد موجز الأخبار مع ليندا تفضل يا ليندا شكرا منا الثمنة بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أعادت إلى مطار القاهرة الدولي الطائرة المصرية القادمة من رومانيا وعلى متنها 181 مصريا عائدين من أوكرانيا بسبب العملية العسكرية الروسية وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وتسهيل إجراءات وصولهم أيضا يأتي ذلك تنفيذا لتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعادة طلبة المصريين الذين عبروا الحدود الأوكرانية إلى الدول الأوروبية المجاورة أوضح الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الرئيس الروسي شن حربا متعمدة على أوكرانيا ورفض فرص الدبلوماسية معتقدا أن الغرب لن يرد وخلال خطاب عن حالة الاتحاد الذي ألقاه في الكونغرس أكد أن بلاده ستقف مع الشعب الأوكراني معضحا أن الولايات المتحدة وحلفائها سيفرضون عقوبات قاسية على روسيا وأضاف بايدن أن بلاده ستنضم إلى خلفائها لإغلاق الأجواء الأمريكية أمام الطائرات الروسية وأوضح الرئيس الأمريكي أن بوتن رفض الحل الدبلوماسي وحاول إيجاد ذراء على حربه مؤكدا أن الولايات المتحدة لن تدخل في صراعا مع القوات الروسية في أوكرانيا أعلن الجيش الأوكراني أن قوات روسية محمولة جوا نفذت إنزالا في مدينة خاركيف شرق أوكرانيا ثاني أكبر مدن البلاد وأوضح الجيش الأوكراني أن قواته تخول قتالا ضاريا مع القوات الروسية خاصة قرب مستشفى عسكري بالمدينة ويأتي الأعلان عن هذا الإنزال في اليوم السابع للعملية العسكرية الروسية والذي بدأ في الرابع والعشرين من فبراير الماضي يعقد الرئيس الفرنسي إيمانوال ماكرون جزة لمجلس الدفاع صباح اليوم مخصصة لأوكرانيا هي الثالثة منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا وكثف مكرون من الاجتماعات الدبلوماسية والاتصالات الهاتفية في محاولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في أوكرانيا أعلن مسؤولون بالاتحاد الأوروبي أن وزراء مالية الاتحاد سيناقشون اليوم التأثير الاقتصادي للحرب في أوكرانيا سعيا إلى تنسيق لتقليص تدعيات الأزمة إلى الحد الأدنى وسيركز المؤتمر الذي سيوقد عبر دائرة تلفزيونية مغلقة على عواقب الحرب الروسية على أوكرانيا على المستوى الوطني وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي ككل أعلن البنك الدولي أنه يحضر لتقديم مساعدة مالية طارئة إلى أوكرانيا قيمتها ثلاثة مليارات دولار بينها ثلاثمائة وخمسون مليون دولار يمكن الإفراج عنها هذا الأسبوع وفي بيان مشترك مع صندوق النقد الدولي قال البنك إن هذه الدفعة السريعة ستليها دفعة ثانية بقيمة مائتي مليون دولار ستخصص للصحة والتعليم تعتزم شركة إيني النفطية الإيطالية بيع حصتها البالغة خمسين بالمئة في خط أنبيب الغاز بلوستريم الذي تسيطر عليه بالتساوي مع شركة جاز بروم الروسية العملاقة وذلك في أعقاب الحرب الروسية على أوكرانيا بحسب ما أعلن متحدث باسم الشركة وبذلك تحذو إيني حذو شركات نفطية كبرى بينها شيل وبيبي البريطانيتان التي أعلنتا انسحابهما من مشاريع في روسيا أعلنت وزارة الصحة خروج 2008 متعافين من فاروس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية ليرتفع إجمالي المتعافين من الفاروس إلى 415490 حالة وفي بيانها اليومي أعلنت الوزارة تسجيل 1322 حالة إيجابية جديدة و36 حالة وفاة نهاية مجزة ثمنا نعود الاستكمال الباقي فقراء الصباح الخير يا مصر بعد الفاصل